وعن الحركة التجارية قبل العيد في ظل أزمة كورونا ينضم إلينا من الرياض مراسل الإخبارية عبدالعزيز الموانع عبدالعزيز مساء الخير كيف تبدو العاصمة قبل يومين من تطبيق منع التجول الكامل مساء الخير عبدالله مساء الخير على سادة المشاهدين طبعا الآن أنا تواجد في سوق ثميري في وسط العاصمة الرياضة هذا السوق الذي عادة ما كان يشهد حركة تجارية وحركة سوقية كبيرة جدا قبل عيد الفطر المبارك وحتى أيضا قبل عيد الأضحى المبارك لكن بتحديدا في الفترة الحالية بسبب هذه الجائحة الطبية التي تمر بالعالم أجمع وهي جائحة كورونا السوق فقد الكثير من زبائن والكثير من زخمه الذي كان اعتدنا عليه في فترة ما قبل العيد السوق عبدالله ليس على حاله في النشر السابقة في نشرة النهار تحدثنا أيضا أن الحركة التجارية كانت شبه منعدمة إلا من البعض القليل من المتسوقين الذين لهم حاجات بعينها يأتون لأخذها فقط لكن ليس سوق الثميري كما اعتدنا عليه قبل العيد بزحام على الملابس بزحام على أنواع الأشمغة أو الغتر أو حتى الملابس الداخلية أو حتى في الجانب الآخر المختلف في سوق الثميري المختص بالعود ودهن العود والمشالح كل هذا ليس هو المنظر الحالي في سوق الثميري السوق مفتوح بكامل المحلات الموجودة فيه الباعة موجودين البضاعة موجودة لكن ليس من هناك من المتسوقين أو ليس هناك المتسوقين الذين اعتدنا عليهم قبل العيد الفطر الفطر الزحام على أيضا في بعض المحلات والبحث عن الخصم وأيضا اللي يكاسر في المحل هذا أو اللي يبحث عن جملة في المحل هذا حتى المحلات التي كانت مختصة بكرمكم الله الأحذية أو النعال الشرقية أيضا هذه المحلات ليست على وهجها الذي اعتدنا عليه قبل عيد الفطر أو حتى أيضا ما تعتدنا في صورة سابقة قبل عيد الأرحام نعم عبدالله يعني عبدالعزيز المحلات اللي وراك مغلقة وبعدين يمكن هذا الإقبال تحديدا على محال خصوصا اللي تتعلق بالمستلزمات الملابس وغيرها اللي لعيد الفطر المبارك العالى الناس سيكونون هذا العام أيضا في منازلهم إضافة لذلك الحديث عن الحركة بشكل عام في الشوارع أيضا لبقية المنافذ يعني من خلال خروجك وأيضا دخولك كيف تقيس الحال نعم بالنسبة لي الحركة المرورية في شوارع الرياض وبداية أنا كنت طبعا متواجد بقبل وقت منع التجول كانت الحركة تقريبا متوسطة وأعلى منها بقليل تحديدا في الشوارع الرئيسية كطريق الملك فهد في العاصمة الرياض لكن الآن بحكم أن هذه الفترة هي فترة منع تجول وهذه الساعة ساعة منع تجول فالحركة التجارية فقط أو عفوا الحركة والازدحام والحركة المرورية هي فقط لمن هم مصرح لهم أو من يحملون تصاريح من قبل وزارة الداخلية أو حتى من الفئات الذين تم استثنائهم أيضا بتصاريح معينة للحركة في الفترة الحالية أيضا بشكل عام لا تزال طبعا العاصمة الرياضة بالتزامها بفترات منع التجول سواء في الشوارع الرئيسية في الميادين ليست هناك حركة ازدحام وحركة اكتظاظ مروري في الميادين الرئيسية عفوا بالذات في فترات منع التجول نعم عبدالله صح عبدالعزيز ويعطيك ألف عافية عبدالعزيز الموانع مراسل الأخبارية من الرياضة